الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويقول سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما أزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجواهم ويزيدهم من فضله إنه غفوع شكور أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله وعسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ رسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة يقول الصيام رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فمع أول جمعة في الشهر الفضيل شهر القرآن حيث يقول الحق سبحانا وتعالى في محكم التنزيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان فمن شهد منكم الشحى فليصم والقرآن هو كلام الله من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن استمسك به هدى إلى صعات مستقيم فهو أحسن الحديث وأعذبه وأعظمه وأصدقه وأجمله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثة لم تلبس الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين حتى انطلق قائلا أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين وإلا فمنزى الذي يأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع ويأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع إنه رب العالمين ولا أحد سواه وإذا أردنا أن نضعب نمازج من واقعنا ومن حياتنا ومن الكون حولنا بل من أجسادنا وأجسامنا وأنفسنا حيث يقول الحق سبحانه وتعالى سنعيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين يتبين لهم أنه الحق إنه الحق والنقى قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة أيظن الإنسان أنه لن يبعث ولن يحيا ويتساءل بعض الناس كيف نحيا وضاب لنا مثلا ونسي خلقه وضاب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عميم قل يحييها الذي أنشأها قل يحييها الذي أنشأها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا آد شيئا أن يكون له كن فيكون نعود إلى الآية أيحسب الإنسان أيضم خطأا وجهلا أو قحودا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فليأخذ مثالا من حياته ودليلا عمليا على القضاة الإلهية غير المتناهية التي إلى حدود لها يقول صبحانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وهنا الوقفة هل استوقفق قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه لماذا اختص النص القرآني البنان لم يقل بلى قادرين على أن نسوي وجهه مع ما في الوجه من ملامح لماذا خص القرآن الكريم البنان دون سواح أثبت العلم الحديث في كل بلاد الدنيا أنه بين مليارات البشر مليارات البشر الذين هم على قيد الحياة الآن ومن لقوا الله منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى يوم الناس هذا وبإذن الله إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها بين هذه الكسعة من المليارات لا يوجد لا يوجد تطابق بين بنان إنسان وبنان إنسان آخر هذه البصمة بين مليارات البشر لا يمكن أن تتطابق بين شخصين لا من من هم على قيد الحياة ولا من الأموات حتى في التوائم المتشابهة والتوائم المتلاصقة التي لا تستطيع أن تفرق بينها يفرق بينها ببصمة البنان فمن الذي علمه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك منذ ما يزيد على 1400 عام إنه الواحد الأحد ولا أحد سواه بلى قادرين على أن نسوي بنانه يا أيها الإنسان ما غرّك بابك الكريم ما الذي غرّك وجعلك تتكبر وتتعالى أيحسب أن لن يقضى عليه أحد أيحسب أن لن يقضى عليه أحد يقول أهلك تمالا لبدا لم يقل أنفقت أهلك وضيع أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يا أيها الإنسان ما غرّك يا أيها الإنسان ما غرّك بابك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صوات ما شاء كفت وكما بدأ أول خلق يعيده نسأل الله أن يرزقنا قوة الإيمان وحسن الفهم للقرآن توبوا إلى الله واسألوه العفو العافية الحمد الله وكفا وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى الأنموزج الثاني في القرآن الكريم أيضا نأخذه من واقع جسم الإنسان وخلق الإنسان حيث يقول الحق سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر فتباعك الله أحسن الخالقين مراحل الجنين من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى نفخ الروح التي تتبعها لعلم الحديث بأحدث التقنيات الطبية والتصوير الطبي وكان السائد في زهن الناس أن الطفل كما يقول العامة قطعة لحم يقولون إنه في بطن أمه قطعة لحم لكن النص القرآني يقول ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ويأتي التصوير الطب الدقيق في أحدث الأبحاث العلمية ليؤكد أن الخلايا العظمية تخلق قبل خلايا اللحم في الطفل ثم يكسوها اللحم وبينهما نحو أسبوع واحد فسبحان من قال فكسونا فكسونا العظام لحما وعبها بالفائل التي تفيد الترتيب والتعقيب فتباعك الله أحسن الخالقين هذا خلق الله فأعوني ماذا خلق الذين من دونه ومن الذي علم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأعلمه بمراحل تكون الجنين في بيئة وطبيعة وظروف لم يكن فيها لا تصوير طبي ولا غير طبي فمن الذي علم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المراحل وأخباؤه بها بما أدهش كل علماء الطب وعلماء الأجنة إنه الله ولا أحد سواه هذا كتاب الله ينطق بالحق فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته وهذا شهر القرآن فلا تجعد القرآن مهجورا لا تبتعدوا عن كتاب الله من شغلته الدنيا في فترة ما فهذا شهر القرآن ومدرسة القرآن ومعاجعة القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فيجيب الحق صبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين يصد عن الحق ويصد عن كتاب الله يقول له لما شكى النبي إلى ربه يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال له يا محمد هكذا الدنيا صراع بين الحق والباطل بين الشهوات والطاعات امتحان وابتلاءات لست وحدك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لكن ممن؟ من المجرمين الذين يصدون عن كتاب الله ويصدون عن الحق ويصدون الناس عن جين الله وقال الذين كفعوا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قولوا اطعنوا فيه هذا دأب الكافين منذ أن خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة صراع بين الحق والباطل فلا يغلبنكم أحد على كتاب الله تمسكوا به هو الحق المبين والصراط المستقيم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن استمسك به هدي إلى صراط المستقيم ومن تناوله بسوء فهذا قول الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصرا عمضان شهر القرآن ونبينا كان خلق القرآن فلنتخلق بأخلاق القرآن وأولها التواضع والأدب مع الله والأدب مع سيدنا رسول الله والأدب مع الخلق والبر والرحمة والطاحم وإطعام الطعام وقراءة القرآن نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن يوم القيامة شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء أهمنا وغمنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم العظيم من عتقائك من النار اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم إنا على بابك فلا تطعودنا اللهم إنا نجو أحمتك ونخشى عقابك اللهم إنا نسألك بحق هذا الشهر الفضيل وهذه الساعة الكريمة أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار وأن لا تجعل فينا ولا بيننا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرجته وصل اللهم وسلم وبعك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويا عبد الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت عن مؤمنين كتابا موقوتا